ما أن أعلن المزارعون نيتهم تنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم والتي أدت إلى إلحاق أضرار بهم تواصلت الاجتماعات في محاولة لوقف هذا الاعتصام المقرر يوم غد الأحد حيث عقدت لجنة الزراعة النيابية اجتماعا مع عدد من المسؤولين كما عقد اليوم اجتماع بدعوة من اتحاد المزارعين مع الوزراء المعنيين للتوصل إلى حلول للمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي واتخاذ قرار بشأن الاعتصام المعلني عنه ومشاهدين للحديث أكثر حول آخر التطورات المتعلقة بالقطاع الزراعي ينضم معنا السيد عودة الرواجدة رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أهلا بك سيد عودة بداية كما تعلم ما زال الاجتماع قائما فيما يتعلق به وزارة زراعنا دعنا نبدأ في البداية ما هي الأسباب التي دعت المزارعين إلى تنفيذ مثل هذه الاعتصامات الأسباب التفصيلية شكرا لتلفزيون رؤيا أهلا بك القائمين عليها هناك عدة مطالب أدت إلى احتقان عند المزارعين بسبب مطالب ملحة قديمة جديدة وحاولوا أن تكون هذه الأسباب تزول حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم الزراعية بكل أمالة أولا كل الشكر والتقدير والمحبة لجميع الوزراء الذين حضروا هذا الاجتماع بدءا من معالي وزير الزراعة وبدءا من رؤساء الاتحادات والمحافظات ومجلس الإدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ووزير النقل ووزير العمل ووزير الطاقة والكهرباء لهذا الاجتماع كل ضمن اختصاصي كان يتحدث عن الإمكانيات لحلول هذا تحدث وزير النقل وكان إيجابيا في طرحهم وتم القبول بالطرح التي قدمه وزير النقل سنأتي إلى ما تحدث به وزير النقل ولكن أريد فقط أن نتكلم بشكل رئيسي عن الأسباب التي دفعت المزارعين الأسباب التفصيلية التي دفعت المزارعين إلى مثل هذا العمالة، النقل، الطاقة، فرق أسعار المهروقات، ديون المزارعين، المياه كلها هذه مطالب المزارعين الذين حاولوا يتعرضوا لها كل من ضمن اختصاصي فما كان بناء على طلب مني من معالي وزير الزراعة إلى أن تحدث مع الزراعة المعنيين في هذا الموضوع وحصل الاجتماع اليوم للساعة الرابعة فبدأ الاجتماع مع وزير الزراعة من الساعة الثانية ونصف صباحا واستمر حتى الساعة واحد ونصف ثم بدأ اجتماع الثاني من الساعة الرابعة ولغاية الآن الاجتماع الذي يتعلق بوزارة العمل لا زال منعقدا ولم يتوصلوا إلى حل لكن ليس لديك أي أخبار مبدئية عن النتائج التي توصلوا لها لا زالوا مجتمعين، ما طلعوا بنتائج لا زالوا مجتمعين وزارة النقل تمت الموافقة على استدام الشاحنات الأردنية وإذا لم يكن هناك شاحنات الأردنية تغطي حاجة المزارعين والمصدرين سوف يستعين ببرادات وشاحنات من دول عربية مجاورة هذا مبدئياً مبدئياً لكن هناك فائض من البرادات واستطيعوا أن يتم الاستغناء عن البرادات الأجنبية وذلك دعماً لأصحاب الشاحنات والبرادات طيب، لو تكلمنا فقط بتفصيل أكثر عن المشاكل المتعلقة فيها البرادات ما هي المشكلة الرئيسية المتعلقة في موضوع البرادات؟ البرادات في نقابة لهم التجار المصدرين بيشكوا من قلة البرادات في شحنه واستعانة ببرادات أجنبية لكن وزير النقل أصر أنه في 3037 برادات في الأردن واستطاعتهم بغطوا حاجة المزارعين من نقل منتجاتهم الزراعية إلى دور الجوار إذن لماذا طالبوا بالمزيد من البرادات إذا كان هناك؟ لماذا طالبوا بالمزيد من البرادات إذا كانت تكفي الحاجة؟ لأنه هناك في فرق أسعار بينما البرادات الأجنبية تكون أقل سعر بينما البرادات الأردنية لأنها تقعدها حوالي 10 يام و 12 يوم لما تحمل من الأردن لما تصل وتفرح حوالي 12 يوم فهو أوقف هو حوالي 14 ألف درهم و 18 ألف درهم وحاول وزير النقل الآن في محاوضاتهم على أساس أن نزلوها 10 ألف درهم وهم مطاربهم أن يكون هذا السعر صيف شتاء لأنه في الشتاء بتقل الحركة بينما في الصيف يكون في ضربة فهم كانوا على السعدات واتفاق مع وزير النقل على أساس أن يكون فيه اتفاق على السعر الموجود لكن البرادات متوفرة والسيارات متوفرة فتح مكتب تنسيقي في سوق عمالي المركزي على أساس ينزغ من موظفين وموظف من وزارة العمل وموظف من اتحاد المزارعين وموظف من وزارة الزراعة وموظف من جمعية مصدري الفضارف على أساس يكون العمل تشاركي واجتماعي لبحث أي قضية تحدث لحل هذه القضية مع وزارة النقل فيما يتعلق بالحكومة يعني خلال اجتماعاتها الماضية خلال يوم الخميس الماضي يعني وعدت بحل مشاكل القطاع الزراعي من وجهة نظرك سيد عودة يعني هل الحلول التي قدمتها الحكومة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وقد تقنع المزارعين بالعدول عن اعتصامهم المزارعين ليس لهم هدف ورغب في الاعتصام والاعتصام هو ليس ضد الحكومة وليس ضد إنسان هي مطالب يعني الاعتصامات اعتبارها مطالب تقدم للحكومة لحل هذه القضايا منها العمالة والكهرواء والنقل وديون التنفيذ هذا فيما يتعلق بالمزارعين ولكن هذا فيما يتعلق بالحكومة ولكن هل الحكومة فعليا قدمت حلول عملية ترضي جميع الأطراف من أجل يا سيدي إذا أردت أن تطعف سلما يستطاع نعم يعني إذا حصلنا على 60% 70% منطال المزارعين يكون شاكري للحكومة وظل الأوضاع التي تعيشها البلد والحكومة الأردنية أبرز الأمور التي يرغب المزارعون بتحصيلها من الحكومة أولا المديونية مديونية المزارعين عفاء المزارعين من فوائد القروض الذي أعلنوا عنها تأجيل قروض المزارعين بدون فوائد أعطاء المزارعين مهلة لتزديد هذه الديون أثنين العمالة أن تكون العمالة مفتوحة بلسفة وسيطة جدا حتى يستطيع المزارعين أن يغطي حاجاتهم من العمالة الأجنبية في هذا الباب هذه أفرز المطالب إذا مطالبوا فيها المزارعين يعني قضايا مهمة قضايا ملحة قضايا على لسان كل مزارع في الأردن نتيجة الأوضاع التي تمر فيها البلد ومدة سنوات ثمان سنوات من إغلاقات الحدود من جهة الشمالية ومن جهة سوريا ومن جهة العراق وفي هناك تقنين كثير على المنتجات نحن سوقنا تصديري عن طريق سوريا لبنان تركيا إلى دول أوروبا الشرقية ودول أوروبا لكن هذا السوق أغلق منذ سبع سنوات فتحمل المزارعين كثير من الديون والأعباء الذي أثقلت كاهرة وعدم إمكانيتي أن يستمر فيها في الزراعة قضية المعاملة بالمثل التي أثارها بعض المزارعين هل هي تتعلق بالجانب السوري فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد؟ نعم نعم أنا لا أريد أن أتدخل ليس في موضوع السياسة أنا أتكلم في موضوع الزراعة تحديدا يعني في عملية التصدير الزراعة هم ما بوقتهم عندنا نهائيا نعم إنتاج الزراع يوردني ما بوقتهم السوريين منذ سبع سنوات جيد من أبرز مطالب القطاع فيما يتعلق بفتح باب الاستقدام للعمال الوافدة طبعا هذا ما رفضه وزير العمل هنا ما رفضه وزير العمل غير أنا أبدي أدرسه وأقنن أقنن لم يرفض بعض المرات الناس يصير فيها خلق في الأفكار وزير الزراعة رجل متجاوب وزير العمل وزير متجاوب ومحترم ويحاول أن يقدم خدمة للقطاع زراعة لأنه مزارع ابن مزارع جيد جيد ولكن أنا الطلب الذي السؤال الذي أنا أريد التوجه به لك هو المطالبة باستقدام العمال الوافدة في ظل وجود يعني بطالة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الأردني يعني لماذا يريدون استقطاب العمال الوافدة ولدينا يعني عدد كبير من الشباب الأردني يستطيع العمل في هذا المجال يا سيدي إحنا الأردنيين نتحدث بصراحة أنا مزارع أنا مزارع في الأغوار الجنوبية ورئيس اتحاد عام المزارعين 99 لحد الآن الشباب الأردنيين فيه عزوف عن الزراعة الشباب الجيل هذا جيل 18 وال20 وال25 ما بحبوا يشتغلوا في الزراعة فاضطرنا المزارعين من الثمانينيات ليستطيعوا أن يثبتوا في أرضهم ويزرعوا في أرضهم ويقدموا الانتاج غذاء للمجتمع الأردني والزراعة هي غذاء وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي اللي بحرك الاقتصاد في الأردن هو الزراعة الزراعة بتحرك الصناعة بتحرك التجارة بتحرك سياعة بتحرك وسائط النقل كاملة الجامعات المستشفيات يعني حلقة متداولة كثير يعني الناتج القومي للقطاع الزراعي هو ببورة 22-22 وصل حوالي 21% 21% نعم ناتج المحلي من القطاع الزراعي لكن هناك تداخلات بعض مرات بقول السياحة بعض مرات بقول الصناعة التجارة لكن إذا ودك ترجع للأصل إذا ودك ترجع للحلقة اللي تمر فيها القطاع الزراعي والفوائد اللي تنجم عن القطاع الزراعي وعن المزارعين هم المزارعين اللي يمر بها من تعليم من صحة مثل ما ذكرت لك في بداية حديث هل يعقل أنه يعني جميع القطاع الزراعي بما فيهم الشباب الأردنيين عازمين بالله أنا مزارع عن العمل يعني أذكر أنا قبل عامين يعني في 2017 تقريبا أثير نفس الموضوع وهناك بعض الشباب الأردني قال أنه يريد العمل في هذا المجال ولكن استقطاب العمال الوافدة أدى إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار العمالة المحلية لا ما أهمها أنا مزارع أنا بحب يكوني في المنطقة الزراعين أنا مزارع أنا مزارع في غير الصافي من أول حياته أنا مزارع من السبعين أنا توره في غير الصافي مزارع كان في أيام الختارية وزلام الكبار كان يعمل في القطاع الزراع هذه لقائة التسعينات نعم لما بدأ الجيل هذا ينقرب بدأت الزراع صار فيها خلخلة يعني جيل الشباب اليوم بابدأ ودهم مظائف ودهم جامعات ودهم يظلوا قاعدين على مراطين العمال ودهم من الدولة تعطيهم رواتو وتشغلهم بدون ما يرجعوا للدول جيد دعنا أنتقل إلى الموضوع الآخر يعني فيما يتعلق بفرق أسعار المحلوقات سيد عودي يعني هل أثرت أسعار المحلوقات أو كيف أثرت أسعار المحلوقات زادت الكلفة فرق نعم زادت الكلفة زادت بصورة أشوائية كبيرة ضخمة بسم الزيادة كم تقريبا زيادة والله عالي جدا مثلا كانت قبل 14-15 يعني إذا قارننا ب2015-2010 زيادة عالي جدا تقدر به والله عالي لا أستطيع لكن عالي جدا حسب الواتين أنا ما عندي أبار التوازية ما عندي أبار التوازية كانت كلفة عالي جدا وفرق حائل جدا بعض الأبار أنا شاهدت فاتورة أحد الأبار كان يدفع 5000 دينار وعلي 3000 دينار نعم فرق محلوقات وهذا رقم عالي جدا ما فتحملوا المزارعين وأصحاب الأبار التوازية وعليها كلفة الأبار التوازية الكهرباء الكهرباء عالي جدا والضخ عالي جدا وعماله على كثير عالي جدا سيد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة كنت معنا هنا في استوديو شكرا في ختام حديثي يا حبيد أوجي شكر لجميع المزارعين في المملكة الأردنية لهاشمين وعلى رأسهم دولة الرئيسي المزارعين لأنه يهتم بالقطاع الزراعي ويوجه الحكومة بكل تأكيد ويوجه الحكومة جلالة الملك كان يوجه كل خطاباته لرئيس الحكومة أن القطاع الزراعي لازم يأخذ أولوية ويهتموا للقطاع الزراعي بجميع فئاته أشكرك سيد رواجد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين كنت معنا هنا في استوديو شكرا جزيلا لك